في ناس عسل على قلبي لازم أصبح وأمس عليهم وأدعو لهم اللهم أكرمهم بمساء تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى يا رب يسر لهم كل عسير ولا تعظم عليهم أمرا واجعل لهم بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر يا رب أسألك أن تصلح لنا الحال وترح لنا البال وأن تجيب لنا السؤال أسأل الله أن يأتي كل صباح وكل مساء وأنتم في قائمة الخاشعين رفع الله مقامكم ووسع رزقكم وتوى صحائف أعمالكم بيضاء نقية واجعلكم الله من السعداء في الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين إيه؟ إن شاء الله يارب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية وهنا اليوم معايا كبدة الدجاج بدبس الرمان في كتير منا ما بيحبش الكبدة العادية فكبدة الدجاج حلوة جدا ولذيذة بتكون جوسي كده وطرية الأطفال بيحبوها وكمان الكبار بتتقدم في المطاعم بكذا طريقة أنا هعملكم طريقة حلوة جدا وبسيطة وسهلة وإن شاء الله تعجبكم وتكون أحلى من المطاعم ومن اللي أكلتوها برة بإذن الله تعجبكم يلا نشوف مع بعض إيه مقادرها لو أنتوا بتشاهدوني أول مرة بتنسوش لايك اشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزيله ويلا نبدأ الفيديو ونشوف المقادر إيه اللي معايا معايا كيلو كبد الدجاج بتكون طبعا مخصولة غسلها كويس جدا بالمية أول حاجة معايا بصلة مبشورة معايا فصين توم مبشورين معايا فلفل حار للي بيحب أو فلفل رومي ومعايا بس التوابل ملح وفلفل بس مش بحط لها أكتر من كده توابل معايا كمان معلقتين قل كبار معايا كمان شوية من الكزبرة المفرومة أو ممكن نحط كمان بقدونس البقدونس هينسبها جدا أو الكزبرة علشان طبعا بيمتص الدهون اللي فيها أي حاجة أكلة دا سيما إحنا ممكن ناكلها نستخدم معاها البقدونس أو الكزبرة لإنه مفيد جدا وصحي مع الأكلة دي وعندي طبعا المكون الأساسي اللي هو دبس الرمان بعد ما قلت لكم المأدير يلا نشوف مع بعض إزاي نعملها بقى وبطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم الكبدة طبعا بيجي بيها انت طوزة أو لو حتى كانت مجمدة بتسيبيها ساعتين لما تفك أو بتحطيها من بالليل في التلاجة لازم طبعا الخطوة دي نحطها من بالليل في التلاجة ما نطلحهاش وندويبها في مية سقعة أو مية سخنة أو الكلام دا لا بنطلحها من بالليل بنحطها في التلاجة بنسيبها تبرد والأفضل إن انت تجيبيها طوزة وتعمليها يعني تجيبيها طوزة وممكن تخسليها كويس جدا وتحفظيها بقى في الفريزر للوقت اللي انت عايزاه تطلعيها وتحطي عليها اللي أنا هقولك عليه طيب أنا جبت الكبدة عندي طوزة هعمل فيها إيه؟ هحطها هخسلها كويس جدا وهجيب مصفة زي اللي انتوا شايفينها كده معايا وهعمل إيه؟ بعد ما غسلتها تمام سيبتها تتصفى من المية بتاعتها هروح هحط عليها معلقتين من الخل ليه معلقتين من الخل؟ علشان بيكتلوا البكتيريا اللي فيها وطبعا بيكتلوا إيه؟ كمان بتكون معايا ملهاش أي ريحة يعني ريحة الكبدة مش بشملها أي زفارة لو انت حطيتي معلقتين الخل دولة وقلبهم كويس قوي وبعد كده مش هخسلها خلاص بالمية بعد ما غسلتها بالخل بمعلقتين الخل بسيبها تتصفى كويس جدا دي بس اللي أنا بخسل الكبدة لدجاج الزي طيب يلا بقى نروح نشوف هنعمل إيه بقى مع بعض عندي طاصة على النار أو مقلاية على النار زي ما انتوا شايفين كده حطة بس فيها معلقتين من الزيت ممكن تستخدمي أي مادة دهنية انت بتحبيها هسيبهم يسخنوا كويس جدا وبعد كده هضيف البصلة هفضل أقلب في البصلة كويس جدا لحد تتبل معي أنا مش عايزة هتاخد لون ولا تحمر البصلة بس يا دوب تصفر زي ما انتوا شايفين كده هضيف بقى ليها التوم علشان التوم احنا عارفين مش بياخد وقت كبير بسرعة أنا عايزة ريحته ومش عايزة كمان يكون متحمر لإني صحي أحسن إن احنا بس نقلبه شوية مع البصلة هفضل أقلب كويس جدا بالشكل ده ريحت التوم مش عايزة أقول لكم خطيرة بعديها هضيف الفلفل الحار لو مش بتحبوا الفلفل الحار ممكن تحطوا الفلفل الرومي العادي وهقلبه كويس جدا بعدين هضيف بقى الملح والفلفل الفلفل علشان كمان يتحمص شوية ويديني ريحة حلوة جدا أقلبه كويس جدا بعد كده بقى هنزل بالكبدة بتاعتي وقلبها شوية بشوية ما تقلبيش كتير علشان الكبدة تفضل معاكي زي ما هي يعني الوحدات بتاعت الكبدة تفضل زي ما هي ما تستويس زيادة عن اللزوم معاكي أو ما تتهريش ما تطلعش يعني كل واحدة لوحديها كده لا منظرها كده بيطلع أحلى لما تقلبي شوية شوية جاريت بسبتلة أو بمعلقة مثلا سيليكون زي كده يكون أفضل عشان تعرفي تقلبيها شوية بشوية وأسيبها شوية وأقلب بحيث أن أنا أقلب كل واحدة بوحدتها ما تتفكش معايا وما تنزلش معاكي كمان ميا لو أنت عملتها بالطريقة دي هتطلع جوسي جدا وتكليها تكلي أحلى كبدة دجاج إحنا عارفين الكبدة أصلا مش بتاخد معانا وقت كبير بنزل لها الملح وأنا حطيت الفلفل في الأول وأفضل بقى أقلب شوية بشوية كتير ما تقلبش كتير يعني سيبيها تاخد لون بس يعني لون التحمير العادي الطريقة دي بتحافظ على الكبدة وبتخليها لك فعلا جوسي يعني بتكلي أحلى كبدة ممكن ناكلها مع رز ممكن نغمزها بالعيش مع أي سلطات بتكون لذيذة لذيذة جدا أنا كده درجة السوة بتاعي كده خلاص بحبها بالشكل ده طيب عندي خطوة أساسية قبل ما حط الكبدة أنا عندي الشوية أو الجريل اللي أنا بعمل فيها أنا عايزة أسخنها زي المطاعم ما بيعملوها كده وبنتفرج عليها بره أو بنروح ناكلها في مطعم بره هم بيعملوا إيه؟ هم بيسخنوا الجريل كويس جدا يعني أسخنها كويس جدا 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 علشان أول لما نزل الكبدة أو ييجي معاد أكلي روح منزل الكبدة هيطلع منها البخار يلا نعمل الخطوة دي أنا سايب الجريل على نار عالية علشان يسخن معايا بالشكل ده هحط الجريل لكده وهنزل بقى بالكبدة بسم الله رحمنا رحمي شايفين شكلها بتعمل بخار وبتعمل ريحة مع الجريل مع الكبدة بيدي ريحة حلوة جدا أنا طبعا محطتش دبس رمان وأنا على النار والكبدة على النار بحط دبس رمان في الآخر في الخطوة دي شايفين هو ده دبس رمان معايا بحط معلقة أو معلقتين زي ما بتحبو زي ما بتحبو يعني دبس رمان بيكون ايه؟ بيديها مزازة وطعم حلو جدا زي ما بيقدموه في المطاعم طعم وريحة يعني مش عايز أقول لكم فعلا خطيرة جربوها هتدعولي إن شاء الله بحط بقى في المرحلة دي الكسبرة أو البقدونس أي حاجة عندك ممكن تحطيها أو انت كمان بتحبيها على حسب الزوق أنا هزينها بالطماطم الورد وهحط عليها رشة من البقدونس ورشة من الكسبرة بتديها طعم حلو جدا ممكن كمان وانت بتحط الكبد على النار ممكن تنزلي فيها الكسبرة أو البقدونس بس أنا بحبو يكون طوزة معاها فرش يعني كده اللي بيحب يحط عليها لمون طبعا يحط يعني الاختيار ليكم انتو أنا هرش كسبرة وهرش كمان ايه؟ بقدونس وأنا في الأكل هاكل معاها بقدونس هاكل سلطات ممكن تعملوا صلاتة بابا غنوج ممكن حمص ان شاء الله هعملها لكم ان شاء الله في فيديو جديد تتقدم مع رزة أبيض اللي يحب يأكلها مع مكارونا بطاطس بيوري زي ما بتحبوا طبعا تقدموها ده زوق وكل واحد على حسب زوقه اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم اتمنى ان الكبدة بدبس الرمان تكون عجبتكم وتكون أكلة بسيطة وسهلة ليكم ان شاء الله يا رب تعجبكم واتمنى ان انا مكنش قطلت عليكم في الفيديو اذا عجبكم الفيديو تنسوش لايك اشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة